يبدو أن حزب الله اللبناني يواصل تعنته وتجاهله لكافة المساعد الدولية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مصادر مقربة من حزب الله أوضحت أن نصر الله وقبل اغتياله أبلغ نبيه بر بموافقته على ترتبات معينة بشأن تنفيذ القرار الأممي 1701 إلا أن الحزب عاد واشترط بعد اغتيال نصر الله وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان أولاً للموافقة على تنفيذ القرار الأممي وبدون أي تعديلات ثم المباشرة بسد الفراغ الرئاسي المصادر أشارت إلى أن نصر الله أبلغ أيضاً بر عدم ممانعته لفصل جبهة لبنان عن غزة ولكن بعد ثلاثة أسابيع من وقف القتال لكن المصادر عادت وأكدت صعوبة تنفيذ هذا الفصل في ظل القيادة الجديدة الحالية التي ترفض فصل جبهة لبنان عن غزة وفي هذا الصدد وبحسب مصادر الحدث فقد دفع تمسك حزب الله بمواقفه لتأجيل زيارة موفد القطري التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل لبحث سبل وقف الحرب ومناقشة فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة وحول تمركوزات الميدانية أشارت المصادر المقربة من حزب الله لأن الحزب يرفض التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني سواء في ظل توهل القوات الإسرائيلية بالجنوب أو بعد انسحابها